اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا سوى غيظ من فيض فلقد توالت الكواريت الادارية وتسيير لتخلق لنا روازا على مستوى الادارة تقنية بين قدوم مدرب ورحيل مساعد وهلما ما جرى وكذا قدوم لاعب وخروج اخر وغضب تالت وشغب رابع وامتناع خامس عن تدريب او عن لاعب المباريات فكان الاستقرار الوحيد في مركب بن جلون على مستوى الحيطاني والجدران وتابع البلاغ عمت الفوضى كل مكان وهي التي لا تأتي بخير ابدا فدفعنا التمنى غاليا في مونديال الاندية ثم كنا قاب قوسين او ادنى من اقصاء مبكر في العصبة غير ما مر ثم تنازلنا عن مكاننا في صدارة البطولة وتقهقرنا بادائنا المشين ونتائجنا السيئة ومع كل هذا تشبت الحالمون مع بعض اللعبين والجماهير بالامل وظلوا يقاومون الى اخر الدقائق في كل منافسة فدفعنا تمن سياسة حكو فوز وانتدابات سويرتي مولانا فخسرنا سميع الرهنات ودفعنا سعيد الناصري لافلات كروي وارذف ذات البلاغ ثم ماذا هاجمت فئة عريضة من الجماهير الودادية لتعبر من جديد وللمرة الالف عن سخطها تجاه من يقود سفينة الوداد وبأنها سئمت من عبته وتحجر أفكاره بل ورفضه لأبسط درجات التغيير واضاف البلاغ نفسه ثم ماذا سارع الرئيس مهرولا إلى إداعته المفضلة ليمتص ما يمكنه امتصاصه ويتدارك ما يمكن تداركه فألقى خطابا تلوته مراوغات وأكديب وتلوته لغة خشب وحطب حفظناها عن ظهر قلب وتلوته خطاب عاطفي لاستمالة القلوب الضعيفة وأتم البلاغ أيها الرئيس نريد أن نذكرك إذا نسيت إنك تترأس نادي الوداد الرياضي النادي الذي لا يعد النهائي إنجاز بالنسبة له ويعد الوصف فشلا النادي الذي خلق ليكون في القمة النادي الذي سماه محمد الخامس بوداد الأمة النادي الذي أسسه محمد بن جلون رحمه الله وتعاقب على تسييره رجالات عديدة كالحاج مكوار وابو بكر جداهيم ومحمد بالحسن وأسلاوي والخطيب وغيرهم كثير رحمهم الله جميعا ماتوا جميعا وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا النادي العظيم ليظل شامخا ويصل إلى زمنك لتسرأسها فلا نحن ولا أنت ولا سواك فوق الوداد ولا نحن ولا أنت ولا سواك سيمن على الوداد وختم الوينرز بلاغه بالقول في النهاية لا يسعنا سوى تذكير الجميع بأننا كجماهير غيورة وشغوفة وعاشقة سنظل خلف الوداد وسنبقى سنده الأكبر ودائمه الأول ونحن فدائيون ونحن الأوفياء له دائما وأبدا في شتى الظروف وأحلكها فليرحل أو يبقى من شاء وليحضر أو يتخلف من شاء ففي نهاية المطاف للوداد جند يحميه إذا كنت تريد توصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد تابع قلعة الوداد على اليوتيوب